بسم الله الرحمن الرحيم فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في ألف سنبعة تبا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا فقضلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما عن الكافرين عشيرا فيوم يعرض الظالم على يتيه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا وينتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الك بعد إن جاءني وكان الشيطان للإنسان خدولا فقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فكذلك جعلنا لكل نبي عدوبا من المجلمين فكفى بربك هاديا ونصيرا فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لمثبت به فؤادك وردتناه التوفيلا فلا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فالذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا فلقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون مسيرا فقلنا تبا إلى القرآن الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدبيرا فقوبا موحا لما كذبوا الرسل أغرمناهم وجعلناهم للناس آية فأعتدنا للظالمين عذابا أليما فعادا وتمدى أصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا فكلا ضربنا له الأمثال وكلا تفرنا تدبيرا فلقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا فإذا رأوك إن يتخذونك إلا غزوا فهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آياتنا لولا أن صبرنا عليها فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إله هوا أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعاء بلهم أضل سبيلا فلم ترهنا ربك كيف مد الضل فلو شاء نجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا تسيرا فهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهارا شورا فهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميدا ونشطيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا فلقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كثيرا فلو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فهو الذي مرج البحرين هذا عرب فرات وهذا هلء أجاد وجعل بينهما بردخا وحجرا محجورا فهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصرا فكان ربك قديرا فيعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم فكان الكافر على ربه ظهيرا فما أرسلناك إلا مبشرا وذذيرا قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فتوكل على الحج الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استرى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا فإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا قالوا وما الرحمن ألسجد لما تأمرنا فزاده النفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا مديرا فهو الذي جعل الليل والنار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا فعباد الرحمن من الذين يمجون على الأرض هولا وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما فالذين يمجون لربهم شجدا وقياما فالذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما فالذين إذا أنتقوا لم يسركوا ولم يقتروا فكان بين ذلك قاما فالذين لا يدعون مع الله إله الآخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يشنون ومن يمر عن ذلك يلقى أذاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فكان الله غفرا رحيما فمن تاب معه لصالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فالذين لا يحهدون الزر وإذا مروا باللغر مروا كراما فالذين إذا نكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميا فالذين يقولون ربنا هل لنا من أسواجنا ولغياتنا قرة أعلم واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلمطون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذلتم فسوف يكون نزاما عبقل ترجمة نانسي قنقر شكرا